وكأن على الشعب السوري أن يدفع ثمن التوتر الجاري بين روسيا والغرب من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا بعد مفاوضات مضنية وطويلة بين روسيا والدول الغربية تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يجدد آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى إلى سوريا لستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة بشرط تبني قرار جديد لذلك التمديد القرار حصل على 12 صوتاً بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عن التصويت إذ أكد مندوب باريس على عدم الرضا عن هذا التجديد الهش الذي لا يتجاوز ستة أشهر فقط والذي تنتهي صلاحية وسط الشتاء عندما تكون المساعدات الإنسانية في غاية الأهمية كما أن القرار يفتقر إلى أي ضمان للتجديد مرة أخرى أما الولايات المتحدة فقد بررت امتناعها عن التصويت بأن القرار يعكس كيف أن دولة واحدة هي روسيا قد أخذت مجلس الأمن رهينة لها وقررت أن لا تضع المعاناة الإنسانية للشعب السوري في صدارة اهتماماتها وقبل أسبوع فشل المجلس في إقرار تجديد آلية تقديم المساعدات لمدة عام بسبب استخدام موسكو للفيتو ضد مشروع قرار نرويجي أيرلندي لتمديد الآلية برغم حصوله على 13 صوتا وامتناع الصين عن التصويت بينما رفض المجلس مشروع قرار روسي للتمديد إذ أيد المشروع روسيا والصين في حين امتنعت عشر دول عن التصويت وعارضته ثلاث دول المجتمع الدولي إذن لا يزال بحسب محللين يتأرجح بين الشرق والغرب ولا تزال معاناة السوريين مرهونة بصراع النفوذ بين روسيا والصين من جهة وأوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى لا سيما مع بوادر الحرب الباردة التي تتصاعد بين الجانبين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا